حذر ملك الأردن عبدالله الثاني من تعقيد أزمة العراق في حال استمرار سياسة الإقصاء الطائفية وقال في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية إن المشكلة الأبرز في العراق تكمن في عدم وجود دور للسنة أمام المكونات الأخرى محذرا من فقدان الأمل بأي مستقبل سياسي في بلادهم محذرا من أن مشكلة العراق ستكون أكثر تعقيدا في حال عدم إيجاد حلا سياسيا يحقق مستقبلا للعراقيين جميعا